موسيقى 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 بفاميلي لليوم إذن موضوعنا كيفية مساعدة أولادنا لحتى يكونوا عمواجهوا التحرش الجنسي عبر الإنترنت وضيفتنا هي دكتور باسيمة المنلى دكتورة عبي علم النفس العيدي وإغصائية بالإرشاد النفسي أهلا وسهلا أهلا فيكي موضوع التحرش الجنسي مش أول مرة يعني منحكي عنه أنا وياكي بها البرنامج ولكن اليوم التركيز هو التحرش الجنسي عبر الإنترنت وياللي كنا عم نحكي شوي قبل الهواء ويمكن أوقات الأهل ما بيكونوا منتبهين على أهمية الموضوع هالأدي يعني منحكي عنه منعرف أنه موجود ولكن ما منعرف بالتحديد كيف عم بيصير هالتحرش الجنسي على الإنترنت ولأي مدى ممكن أنه يوصل الإنترنت هو عالم كتير واسع وبيقدر ما بيشكل أهمية بعالمنا الحالي وبظروف حياتنا الحالية بيقدر ما هو مجال للمخاطر الكتير كبيرة خصوصا بالنسبة للأولاد اللي عمرون أقل من 18 سنة واللي هني بعد ما عندهم خبرة كتير كبيرة بالحياة خصوصا ما عندهم بعد خبرة كبيرة جنسية فالإنترنت يعني هو مجال بنقدر إذا بنقصم المجالات اللي ممكن تسبب مخاطر للولد عبر الإنترنت بنحكي عن المواقع الجنسية اللي ممكن يفوت عليها الولد ويطلع على أفلام أو وسائق أو أي معلومات يمكن ما تكون أبدا مناسبة لعمره ويمكن حتى أكتر منك تكون فيها يعني معلومات جنسية ما بتدخل ضمن نمط الحياة الجنسية الطبيعية يعني أفلام بتتعلق أو مشاهد بتتعلق بسادية جنسية أو بعلاقات مزوشية يعني شخص يعزب الثاني حتى هو يستمتع بالعلاقة أو ناس بحبوا الشيء المنسمي الفاتيشية يعني بيلبس تياب جنس الثاني فالمراهق اللي عمره أقل من 18 عشاني أكيد ما بيعرف هالتفاصيل وهذا بيشوه فكرته عن الحياة الجنسية بالإضافة لها الشر في عنا التقنيات التواصل العادية يلي كمان من خلاله ممكن المراهق يتعرف على أشخاص ما يكونوا عندهم يعني ما يكونوا أعضاء بهالشبكات المنظمة ولكن يكونوا كمان بشكله كتير مخاطر على الولد لأنه هن عندهم ميول جنسية ممكن تكونوا موجهة للقاصرين وعادة هيدول اللي بتكون مظاهر المراهقة كتير بتسيرهم والمراهق بحد ذاته كتير بيسيرهم ويبنوا علاقة مع الولد ويسدرجوا لعلاقات خطرة كتير عم نول تحت 18 سنة يعني لوين ممكن نوصل تحت 18 سنة آه ممكن نوصل لوين ما كان لأنه كتير صعب أنه نحن نقدر يعني بمجرد ما الأهل يعطوا الولد تليفون أو أي ديفاس يعني أقدر يتواصل مع الانترنت أو إذا كان بالبيت عندهم انترنت والأهل ما عاملين ضوابط على الانترنت يعني فيه عاملين مرائب يعني بيعدوا مع البلد أو في حدا يرائب شو عم يشوف الولد بعمر كتير مبكري ممكن الولد يشوف شغلات أو يتواصل مع أشخاص يشكلوا كتير خطرة ليه مين هن المتحرشين عادة يعني كأشخاص مش يعني مشكلتهم اللي يكونوا عم يتحرشوا جنسيا بس بالنسبة للولد هن مين بيكونوا هلأ إذا بنا ناخد بالحياة اليومية برات الانترنت هن مين مكان ممكن يكونوا وين مكان وممكن يكون الولد بيعرفون يعني وعلى الانترنت نفس الشيء ممكن يكون الولد بيعرفون وممكن يكونوا جيران معارف ومن أي فئات اجتماعية أو طبائية إذا ما بيكفي نقول للولد ما تتحدث مع غريب أو إن كان عبر الانترنت ولا برات الانترنت لا ما بيكفي أبدا لأنه هن أصلا عندهم وسائل استدراج كتير مهمة للولد وقدرين إذا كان ما في رقابة كافية على الولد أنه يستدرجوا وياخدوا على محلات الأهل أبدا ما بيتمنوا أنه ياخدوا الولد عليها كيف بتكون الدوابط والرقابة على الانترنت إجمالا بعدنا مش عارفين بالتحديد كيف نعمل دوابط والرقابة يعني يمكن الولد الصغير يعني تحت العشر سنين بلك بس إن العشر سنين وبالطالع أو حتى قبل عشر سنين حتى ما بقى كتير قدرين نحن نكون عملا بطلوها الآن بفكروا هيك بفكروا أنه إذا عملوا عملوا ضوابط مثلا لغوا سايتات من الانترنت أو عملوا حولوا شيء للجنك أنه يروح ضغر دليت أو إذا فكروا أنه بيقدروا هن يعملوا رقابة على الساعات اللي بيقعدوا فيها مع الولد وبيرقبوا الولد هذا كله ما بيكفي لأنه الولد عنده رفقاته بيقدر يفوت من عندهم على الانترنت عنده مواقع الطرقات في محلات بيقدر يفوت فيها على الانترنت فهيضا منه حل أبدا الحل بيكون بأسلوب مختلف تماما يفترض الأهل يعرفوا أنه بدون يغيروا نظرتهم وطريقة تفكيرهم بالتعاطي أو بتربية الولد يعني نحن ما معاودين بمجتمعاتنا أنه نحكي بيكون في تربية جنسية مع الولاد يعني نحكي بالولاد بالتربية جنسية ما معاودين أنه إذا الولد سأل الأهل أسئلة يردوا على أسئلته جنسية والولد بعمر كتير بكير يبلش يسأل بعمر ثلاث سنين شي بيبالش الولد يميز الفروقات الجنسية بين هو ورفقته يعني صابي بنت يبلش يسأل أسئلة فشو بيعملوا هون الأهل أما بيكذبوا على الولاد أو أنه ما بيردوا عليه أو بقولوا لي أو بيقولوا له عايب تسأل هالأسئلة فهذا بيزيد فضوله يعني هو الولد عم يسأل ما في خلفية كتير كبيرة قد ما بيفكروا الأهل بيردهم هيك بيزيدوا له فضوله وبيعرف أنه هذا ممنوع بيصير غرابي يعني بيصير أكيد في شي حتى الأهل عم يقولك فبروح بيستقي معلوماته هو صغير من الصانعة من الرفقة من الجيران ولما يكبر صار عنده الانترنت ما بقى حاجة لحدنا واليوم هو صغير عنده الانترنت كمان وهون المعلومات وهم الخطورة عم توصل فعلا مش لعمل ولا بالطريقة اللي لازم ترسله فاللي لازم يعملوا الأهل حتى نوصل لهذه نقطة جوهرية هو أنه لازم يغيروا طريقتهم بالتصرف مع الولد لازم ان عمر كتير بكير يعلموا الولاد كيف أول شي يردوا على أسئلته أول شي والردعة الأسئلة ما تكون بعملية موضوع إنشاء طويل لأن الردعة الأسئلة هي بكلمة صغيرة تتناسب مع عمر الولاد وكلمة كبيرة للولاد كلمة بيقدروا هن يردوا أكتر يعني هي عملية تصاعدية الولاد إذا تجاوب عليه على قد عمره بشي يردي له بواقف ذكي بواقف بس إذا ما ردوا عليه بشكل يعني يفهم قد ما لازم يفهم وقد ما هو طالب أنه يفهم أكيد حيسأل أكتر وهن حيصدوه أكتر وبدو يجرب حيلاقي عبدائل حيدور عبدائل هلأ الكبير يعني اللي أكبر من هيك والأهل اللي ندور ما بس أنه نعلم يعني نكون نبني ثقافة جنسية مع الولاد المهم الأهل يعلموا الولاد أن الجسم له حرمي وأنه ممنوع حدا يمس الجسم أو يفرجينا جسمه أو نفرجي جسمنا لحدا ممنوع يعني قلنا حق نقول لا قلنا حق حاليا كمان يعني هيدا الجسم اللي هو حرمي شغلة كتير مهمة موجودة بمجتمعنا نحن بعدها موجودة ولكن كأنه بالنسبة للمرهيقين وحتى اليوم للراشدين لما بتصير صورة بصير مسموح يعني كمان أنه هالشباب والصبايا اللي بتصوروا على يعني بالميو أو إلى آخرية أو بي بلك أوضاع مش كتير طبيعية بس إنه كول يعني طب هيدا بتجلب كمان أمو الحرش الجنسي أكيد وخصوصا يعني اللي بخوف بالموضوع إنه نحن منفكر يعني هو الموضوع جزئين ما بس إنه منعمل تربية جنسية للولد كمان لازم نعرف نعلم الولد وهم عم بحكي الولد بتعريف الأمم المتحدة هو أي واحدة مرؤ أقل منه 18 سنة لذلك بستعمل كلمة الولد اللي هو مراهق بس إنه علميا هو ولد بعده ما عنده بعد الكفاء أي تمام فهيدول الولد لازم يعرفوا إنه أي شيء ممكن يسبب مخاطر عليهم أوقات كثير بيتلاعبوا بالصورة أوقات كثير بيركبوا صورة بيركبوا شي على يعني هيدول عندهم تقنيات وبيعرفوا يتصرفوا بهيك مواقع وبيوصلوا لوقت إنه لازم الأهل يفهموا الولد إنه في مخاطر يقولوا هني وين يحطوا صور شوية مسيرة لأنه لدينا نوع من المتحرشين جنسيا ما مهتمين إلا بالمراهقين يلي هني ببداية البلوغ يعني مظاهر البلوغ بتصيرهم تفقدهم صوابهم وبالتالي هني مستعدين يفوتوا بكل التقنيات العلمية المتوفرة لحد يقدروا يوصلوا لمراهقين بيعتبروها تحدي الوصول يعني هني ناطرين وعم يتصيد هالصورة هي عملية تصيد وهي عملية استدراج وبعدين عملية تصعودية تنتهي بالابتزاز والتهديد بالرغم من كل أوقات الضوابط بلكي أو التواصل مع الولد يلي أمر كتير ضروري معقول يوقع بالفخ كيف منعرف وشو المؤشرات هلأ يعني نحنا دورنا كتير منهم إنه ما يوقع إذا وقع الولد أكتر ناس بلاحظوا إنه الولد في مشكلة عنده هي الأهل لأنه هني بيعرفوا سلوكه اليومي أي تغييرات بلاحظوها بسلوكه اليومي لازم يرفت نظرهم خصوصا لما نكون عم نحكي عن سلوك لبعد جنسي يعني نحنا منشوف شغلات نفسية ونفس جسدية عنده الولد بس ممكن تكون مرتبطة بعوامل تانية ما تكون بالضرورة مرتبطة لأنه عم يتعرض لتحرش مثلا إذا الولد صار في عنده بشاعر زنب قوي إذا الولد صار في عنده اتئاب أو خوف أو أحلام ليلية مفاجئة أو صار عنده وسوسة غسيل إيدين هذه كلها أعراض ممكن تكون إلى دليلة بس منها كافية وممكن ما تكون سببها هذا الموضوع بس اللي أكيد بدلزم يطرع علامة استفهام كتير كبيرة بنظر الأهل هي لما الولد بيبلش يكون عنده سلوك جنسي ما بيتناسب مع عمره يعني لما مثلا ولد عمره عشر سنين لما منشوف عنده سلوك جنسي مبكر لما منشوف أنه صار في عنده ميول استعراضية بيعرض جسده لما منشوف أنه صار بيستعمل كلمات ما بتناسب عمره أو ما المفروض يكون سماعه ببيئته العائلية لما منشوفه بسرية يتحرش برفاءه بطريقة فيها إيسارة يعني بيحكي مع رفاءته بطريقة مستيرة لذلك عم يقلد شي عم يشوفه معناتها عم يعمل شي عم يقلد شي شايفه وهون إذا بيرسم هذا الولد إذا منقوله تعال رسم لنا منلاقي رسوماته مختلفة عن رسومات أولاد عمره بيرسم أشخاص مع مثلا أعضاء جنس أعضاء تنسولي كبير بيرسم صدري كبير معناتها في مشاهدات لهالشي ومنشوف أنه بصير في عنده ميول أحيانا مستورباسيون يلي هي الاستمناء أو منشوف في عنده صار ميول جنسية ما كانت موجودة أو ما كنا ملاحظين أو ما كنا عنده كوابيس أحيانا في عدة مؤشرات بتوحي للأهل أنه صار في سلوك مفاجئ عند الولاد وطبعا كل المظاهر التانية اللي عم نحكي عنا يعني إذا عم نحكي عن مشاعر زم اكتئاب تأخر دراسي شروط الأهل ما بيكفي أنه يقولوا ممكن يكون هذا مرتبط بالنواحي الجنسية لأنه ممكن يكون في مشاكل بالبيت بس الأشياء الجنسية لا أكيد يعني لما بيتحرش بولد تاني طب ما أكيد إنه في شي غلط لما بيبدأ يحكي استعراضية طب كمان هيدا يفترض يترى علامة سؤال أنه وين الولد عم يفترض كثير من المؤشرات التي ذكرتهم دكتور مونلا كمان هي أوقات منقول أنه ممكن تكون لتعاطي المخدر صحيح هل التحرش الجنسي ويعود عليه الولد ويصير كمان مضمن عليه في نوع من الهواس الجنسي أكيد بس هون ما لم نتحدث بهذه الحالات ممكن إذا كثير فات بالقصة إذا قدر المتحرش يبتز لدرجة كبيرة ممكن المراهق يفوت بإضطرابات إلى طابع مرضي أكتر وأنا ما سكرت لأنه نتحدث بحالات نادرة وحالات فعلا مستفحلة يعني يصير عنده الهواس الجنسي يعني يريد يعمل علاقة جنسية متكررة مع كثير التي تنتهك مرة تصير ما بقى عندها مشكلة أنه تنتهك مرة واثنين وثلاثة واربعة ممكن يصير عنده جنسية مثلية أنه تعرض لعلاقة مع شخص جنس وهالشخص مأزي فهو يتفور يعني ممكن يروح الجنسية المثلية وممكن يبطل يعمل علاقة جنسية بالمرة ممكن علاقته بالزواج بعدين تتغير تقبلية بس هذول حالات طبعا كتير نختم دكتور مونل خير نرجع بس نبين للأهل شو هي الظروف اللي بتكون محيطة وقدي الخطر يعني شو ممكن يعمل هالمتحرش عبر الانترنت اللي ممكن يعمله هو كتير ممكن في منهم بيكتفوا بالأشياء الشفاهية أنه بيحكوا معه المراهق بيحكوا بكلمات فيها بزاقة لطابع جنسي أو نكات أو قصاص وبيطلبوا منه أو بمرحلة تانية أنه يكرر لهم هالكلمات يقل لهم ياها هالكلمات وأنا كنت عام أقول أنه هي عملية تصاعدية في منهم بيكتفوا بها المرحلة وما بدهم أكتر حسب كلها شخصية يعني المتحرش في من المتحرشين اللي بدهم صور يعني يعني يعرضوا عليه صور يعرضوا عليه أفلام أو بمرحلة تانية بيطلبوا أنه يفرجيهم صور وهون يبلشت المخاطر الكبيرة يعني أو أنه يعرض جسمه قدامهم أو يعمل مستوربسيون قدامهم استمناء قدامهم أو توصل للقصة لبعدين لأنه يقل له روح جيب رفقاتك وعملوا أفعال جنسية قدام الكاميرا أو هو بيجيب حدا يعني ممكن توصل للقصة لمحلات كتير كتير خطرة وممكن الولد يقع من سوق حظه على شبكات يكون كتير منظمة يصير في إتجار بالجنس أو تبتزيز ولا يدفع مصاري أو عبرها الصور يعني يهددوا بالصور ممكن هل الرشيدين عم يقعوا فيها يعني الكبار يلي عمرهم فوق 18 سنة بيتعرضوا لهذهك حالات بيصير يعرفوا عنوين بيعرفوا نمر تلفوناتهم بيقول شو يبتزوهم بيصيروا يدفعون مصاري بس المراهقين لترويج مخدرات بيبتزوهم لدعارة بيبتزوهم لاستغلال جنسي فيعني عن جد الانترنت هو مجال كتير ساعد العالم ولكن كمان مخاطر كمان كتير كتير كبير دكتور باسي ملمون شكرا لأهل معلومات ولووجودك معنا اليوم دكتورا بعلم النفس العيادة وأخصائي بالإرشاد نفسي على أمل نكون قدرين بالحد الأدنى نكون عم نحمي ملادنا من الانترنت وبالحد الأقصى والضروري وهو أن نكون على تواصل قريب معهم نقدر نكون عملنا ميلون شخصية قادرة تواجه إن كان انترنت ولا أي شيء وفي حالة ونرجع منتابع مع إيد سمارت خليكن معنا